نجحت طالبة جامعية في البرازيل في ابتكار طابعة مدمجة تتيح لمستخدميها تحويل الكتابة العادية أو الكلمات المنطوقة إلى مواد مضموعة بحروف برايل التي يستخدمها ذو الإعاقة البصرية في القراءة ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية بدأت برون دا سيلفا كروز في تطوير نموذج أولي للطابعة التي أطلقت عليها اسم فاست برايل عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاماً فقط ومقارنة بالطابعات الحالية تقول دا سيلفا كروز إن فاست برايل أكثر بساطة وأصغر حجماً وأخف وزناً وتؤدي أكثر من وظيفة واحدة وقالت دا سيلفا كروز إنها تهدف من وراء هذا الابتقار إلى مساعدة الناس حيث أن الطابعة مزودة بلوحة مفاتيح يمكن استخدامها لكتابة النص المراد تباعته بحروف برايل وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون المستخدم ملماً بهذه الطريقة من الكتابة وهو ما يمكن أن يساعد المدرسين على سبيل المثال إضافة إلى ذلك يمكن استخدام الهاتف المحمول من خلال تطبيقات معينة لطباعة ملفات نصية بنفس الطريقة كما تتيح الطابعة أيضاً استخدام تقنية التعرف على الصوت لطباعة كلمات منطوقة وكل الاختراع دا سيلفا كروز بفوزها بالمركز الثاني في جائزة البرازيل للعلماء الشباب لعام 2019 ترجمة نانسي قنقر